بتدور على طريقة زيادة سرعة الانترنت بتطريقة سهلة ومضمونة مية في المية في الفيديو ده حقول لك على تلات خطوط لو عملتهم سرعة الانترنت تحديد معاك بشكل كبير جدا فلو عايز تعرف ايه الطريقة دي تابع الفيديو للنهاية السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم معنا في فيديو جديد من قناة عجم استنبايل النهاردة معنا فيديو جديد عن طريقة زيادة سرعة الانترنت اقول لك النهاردة على تلات خطوات لو عملتهم سرعة الانترنت هتزيد معاك بشكل كبير جدا والطريقة مرمونة مية في المية بس كده قبل ما يبدأ الفيديو لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل تطبقات الموبايل وحال مشاكل الموبايل وحال مشاكل الانترنت انزل اشترك في القناة وفعل زر الجراز على كل عشان مفتقش كل فيديواتنا الجاية واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا ويلا بينا نبدأ كل اللي علينا اللي احنا حنقيد سرعة الانترنت قبل ما نعمل الطريقة من خلال اللي احنا ندخل على موقع فاص زي ما انتو شايفين سرعة الانترنت سبعتاشر ميجا بايت فهنروح نعمل الطريقة ونرجع نشوف سرعة الانترنت تاني بعد الطريقة فاول خطوع معنا اللي احنا ندخل على الضبط وحننزل لتحت لحد ده ما نوصل عند النظام وهتلاقي عندك حاجة اسمها خيارات المطور لو ما لقيتهاش كل اللي عليك اللي انت هتطلع لفوق عند هاتفي وهتبدأ اللي انت تضغط على رقم الاصدار خمس مرات وهيبدأ اللي هيتفعل معاك خيارات المطور وهتنزل تاني وهنضغط عليها ولو مش متفعلة هتفعلها وتضغط على موافق وبعدين تنزل لتحت حدا ما توصل عند تمكن تسجيل واي فاي فيربوس فهتفعل الخيار ده هتلاقي زيادة في سرعة الانترنت بشكل كبير جدا وهتجربها بنفسك وهتحكم فدي الخطوة الاولى معنا في فيديو النهاردة وهندخل على الخطوة التانية وهي برضو موجودة في الضبط كل اللي عليك اللي انت هتضغط على واي فاي وهتنزل لتحت هتلاقي حاجة اسمها استخدام بيانات واي فاي هتبدأ اللي هي هتفتح معك بالشكل ده دي يجايب لك الطلبات اللي انت مستهلكة من النت في اخر شهر يعني مسلا في اخر شهر مستخدم مسلا الفيسبوك وبعدين اليوتيوب وبعدين مسلا وببابجي وهكزا فكل التطبيقات الموجودة دي كل التطبيقات دي بتستهلك انترنت حتى لو انت مستخدمش التطبيقات دي فلو جينا مسلا عندي التطبيق ده تطبيق مسلا انشوت التطبيق ده هقدر تستخدمه بدون انترنت وكلها عليك لو انت مش عايش يستخدم انترنت هتلغي تفعيل الخيار ده ولو الخيار ده اللي تحت ده للاستخدام غير مقيد للبيانات لو مفاعل برضو هتشيل التفعيل وهتشيل تفعيل الاتنين وهتروح عند كل التطباط اللي مش عايزة تستخدم الانترنت وهتعمل برضو نفس الكلام ده سواء اي لعبة او اي تطبيق عشان هو التطبيق بتانيه يستهلك في الانترنت وانت بتصفح على الموبايل وتستخدمش التطبيق ده بيبدأ لو يعود يستهلك الانترنت وانت سلم تستخدمش التطبيق فدي كانت الخطوة التانية معنا في فيديو النهاردة هندخل بقى الخطوة التالتة والاخيرة واللي انت برضو هتدخل على الضبط وهتضغط على بطاقة اي ام وشبكة الجوال وهتضغط على اول اختيار طبعا دي بقى عشان الناس اللي بتصدم شبكة الموبايل غير الشبكة المنزلية فكل عليك بس لو انت عايز تزود صورة الشبكة دي كل عليك اللي انت هتنزل لتحت هتضغط على اسماء نقاط الوصول وهتضغط على انترنت وهتبدأ اللي انت تنزل لتحت عند كلمة الحامل وهتدى اللي انت لو جهازك بيدعم هتختار الخيار التاني اللي هو ولو جهازك بيدعم هتختار الاختيار التالت ولو هتختار الاختيار الرابع لو انت مش عارف انت جهازك بيدعم انهي تعمله على اللي هو ثالث واحدة وطبعا اللي انت تشيل خيار غير محدد وتضغط على موافق فكده نكون عملنا التلات خطوات فحنروح بقى نقص سرعة الانترنت بعد الطريقة فحنروح على موقع زي ما انتو شايفين سرعة الانترنت بقت تسعة وعشرين ميجا بايت بدل سبعة عشر ميجا بايت فدول التلات خطوات بطوعة فيديو النهاردة ولو بتقامل لك مشكلة سرعة انتاء باكتر انترنت هسيب لك تحت في فيديو لحل المشكلة دي ولو استفدت اي حاجة بقى من الفيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو ولو انت مهتم محتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل طبقات الموبايل وحل مشكل موبايل وحل مشكل انترنت انزل اشترك في القناة وفعل زر الجراز عالكل عشان مفتاكش كل فيديواتنا الجاية واعمل لايك للفيديو عشان مشجعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته